موسيقى مجزون اخباري مشاهدينا نقدمه لكم من تلفزيون النهار اليكم العنوين القضاء على ارهابيين اثنين واصابة اخر في منطقة لعوانا بولاية جيجل الولاية المتحدة تمنح سوريا عشرة ايام لتقديم مقترحتها حول رقابة الاسلحة الكيميائية موسيقى اهلا بكم من جديد قضت ليلة امس قوة الامن المشتركة على ارهابيين اثنين واصابت اخر بجروح خطيرة في منطقة افتيس بالعوانا في ولاية جيجل لا تزال عملية البحث جاري عنه بعدما تمكن من الفرار وحسب ذات المصادر فان العملية التي تمت مباشرة بعد صلاة العشاب باحد المساجد المنتشرة بمنطقة افتيس الواقعة بالجهة الغربية لبلدية العوانا غرب عاصمة الولاية جيجل حيث تسلل ثلاثة ارهابيين وبحفظتهم اسلحة نارية من نوع كلاشينكوف فكانت وجهتهم احد المحلات التجارية قصد اقتناء مواد غذائية تم العطور على عشرين طنان من القنب الهندي على متن السفينة تجارية الحاملة للعالم التنزاني والتي انقضتها القوات البحرية الجزائرية قرب المياه الاقليمية شمال ولاية جيجل يوم الاحد الماضي وهذا بعد نشوب حريق على متنها كما اورده بيان من الجيش الوطني الشعبي وكان نفس البيان قد اكد ان الطواف الحربي الفرنسي كان قد اعلن عن نشوب حريق على متن السفينة تجارية وكان على متنها ثمانية افراد كانت تبحر على بعد ثلاثة واربعين ميل بحري شمال شرق جيجل قبل ان تعلن القوات البحرية الفرنسية عن العطور على حوالي عشرين طنان من المخدرات الى موضوع اخر حيث يختتم المؤتمر الاقليمي الافريقية الثاني والعشرين للمنظمة الدولية لشرطة الجنائية الانتربول اعماله اليوم بمدينة وهران الجزائرية بالمصادقة على خطة استراتيجية لتوسيع استخدام النظام الموحد للاتصال التابع للانتربول وتتضمن الخطة وفق بيان صحفية صدر في ختام اعمال المؤتمر مساعدة رؤساء الشرطة بالمنطقة الافريقية للكشف عن الاشكال الجديدة للجريمة والتعرف على الجنات ومكافحتهم بفعالية هذا وذكر اللواء عبدالغاني هامل المدير العام للامن الوطني في تصريح لتلفزيون النهار ان اللقاء سامح للشرطة الجزائرية بالاستفادة من التجارب وكذا سامح بوضع ميكانيزمات لتطوير ومساعدة اجهزة الشرطة الافريقية عاشت ولاية إليزي على حدود الوطن الشرقية مع ليبيا حالة طوارئ بعد نزوح قرابة المئتي ليبي حسب المعلومات المتوفرة لدى تلفزيون النهار فان هذا النزوح الجماعي جاء بعض اجتباكات عنيفة بين قبائل جرمان وزنات ليبيتين وهو ما جعل قوات الجيش الوطني الشعبي في حالة طوارئ قصوى بعد هذه الاحداث سجل الوزير الاول عبدالمالك سلال امس الخميس بالجزائر العاصمة ان المواطن لازل يعاني في تعامله مع الادارة الامر الذي خلق بؤرا للرشوة وفي كلمة ألقاها خلال اشرفه على تنصيب سيد محمد الغازي كوزير لدى الوزير الاول مكلف باصلاح الخدمة العمومية شدد سيد سلال على ان نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه على غرار الادارة التي لازل المواطن يعاني في تعامله معها وذكر في هذا الصدد بان استحداث قطاع وزري جديد اوكلت له مهمة اصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن الاهمية القصوى التي تولها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والادارة وهي المهمة التي تستدعي الكثير من الذكاء والخبرة والارادة كما قال يرى اللواء المتقاعد عبدالعزيزي مجاهد القائد الاسبق للأكاديمية العسكرية مختلف الاسلحة بشرشال ان تعيين الفريق احمد اقايد صالح في منصب نائب لوزير الدفاع من شأنه تقريب اداة تنفيذ من قائد البلاد ورفع درجة تنسيق بينها وتوحيد الرؤية والنظر مايكروفون يسل عربي لو ننظر لهذا التغيير نقدر نستخلصه باللي قربنا صحب القرار من ادوات التنفيذ صحب القرار هو القائد الآلة القوات المسلحة ووزير الدفاع والمنافذين هم الأركان ووزارة الدفاع فتعيين الفريق جايد صالح لكنائب لوزير الدفاع ورئيس أركان هذا يقرب مصدر القرار من سلطة القرار من آلة التنفيذ أو أدوات التنفيذ كما نبه لواء المتقاعد أن هذه هي تغييرات تدخل في تحديث الجيش وفق التحديات الإقليبية التي تواجهها هذا داخل في إطار تحديث الجيش الوطني الشعبي والدفاع الوطني ككل داخلها دائما في إطار التحسين والتحديث ولمواجهة كل المخاطر وكل التهديدات التي تقدر تهدد البلاد تسببت الأمطار وحبات البرد الضخمة التي تساقطت على بلدية بوحتم في ولاية ميلة في خسائر معتبرة على مختلف المستويات وهو ما أدى بالسلطات إلى فتح قائمة لتسجيل المتضررين وإحصائهم فيما شكلت خلية متابعة حصوبا للأيام القادمة في ظل الإضطراب الجوية الذي تمر به المنطقة سوفيان بوعون والمزيد تسببت حبات البرد التي تهاطلت على مدار ساعتين من الزمن على بلدية بوحتم في ميلة بتضرر 86 منزلا و10 مدارس التي أغلقت أبوابها نتيجة الأوحال وتسر بالأمطار كما ملأت الطين المنازل والشوارع مما استدعى طلب المساعدة من البلدية المجاورة وسط استنفار الدرك والحماية المدنية حبات البرد هاته بلغ وزن الواحدة منها 200 غرام مما أجبر قطني منازل القرميذ للمبيت عند أهاليهم تجنبا للكارثة المياه التي حملت الأطربة وأغسان الأشجار ألحقت أضرارا بليغة بتأثيث المنازل وهو ما جعل والي الولاية يتدخل برفق الطاقم التنفيذي لمعاينة الأضرار وأقر فور السماع للمواطنين انطلاق في دراسة حماية المنطقة من الفيضانات تجمع سكانية ترمست بلدية بوحتم وكذلك إجراء وقائي وتحفظي وبسرعة تشجير لحافة الطريق أمام هذه الوضعية غير المسبوقة منذ ثلاثين عاما ومما أذهل السكان جعلت السلطات العمومية تقدم مساعدات مختلفة من أغذية وأفرش ومساعدات لمتضررين تحطلت ليلة الخميس إلى الجمعة وفي وقت لم يتجاوز نصف ساعة أنطار طفنية على إقليم ولاية جلمة كانت مصحوبة بحبات برد بلغ قطوها 2 مليمتر تسببت في إطلاف العديد من الأشجار وغلق البلوعات بسبب تركم حبات البرد الخاشنة على مستوى الطرقات الأمطار خلفت أيضا خسائر مادية معتبرة بالعديد من المساكن التي غمرتها مياه الأمطار التي قدرتها مصالح رسد الجوي ببلدية بلخير 40.2 مليمتر مراد الطفل الذي عاش مجهول النسب منذ 14 سنة والذي لجأ لتلفزيون النهار لنقل معاناته والبحث عن أبويه البيولوجيين بعد أن أدخل إلى مركز لإعادة التربية ظلما نجح في الأخير في العطور على ذويه وأصبح معروف النسب لكن بالمقابل كان ضحية العرقيل البيروقراطية التي لم تسمح له بمواصلة عامه الدراسية الفاطر لتتكرر هذه العرقيل مرة أخرى وتتسبب في تأخره عن مباشرة الدراسة من جديد وهو اليوم ينتظر التفاتة تنقيده من التسرب المدرسي سيلتحق أكثر من مئسي تلميذ من منكوبية زلزال حماملوان الذي ضرب المنطقة في 17 من شهر جوليا بمقاعد الدراسة في العشرين من الشهر الجاري وهذا على خلفية المؤسسات التربوية التي صنفت في الخارنة الأخطر الأمر الذي استدعى تأجيل الدخول تفاديا لما قد لا يحمد عقباه في انتظار إعادة تهيئة وبناء المدارس ورق في الموضوع مع زميلة أمينة شابوني من المرتقب أن يستأنف تلميذ المنكوبين من زلزال 17 جوليا الفارط بحماملوان الدراسة في العشرين من الشهر الجاري أين سجل هذا التأخير على خلفية الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المؤسسات التربوية بالمنطقة حيث صنفت في انخانة الحمراء نحن نعرف مينتين دخلون ونقرعو نحن نهال حاجين ندخلنا ونقلونا ما كشل قراءة بعد منا على 15 يوم أو 20 يوم أو أكثر نستنوضو نشوفو مينتين دخلونا يا ولا رغم ينقلوهم يتملل السيا يتم راحين يديروهم باديل في السيا وما نشعف يتم راحين السنو هكذا قلوك حاولي عشر يام 15 يوم على حسابهم الإدارة كيناك شخول الجي يجو صباح المعلمين ومن جهتها تسعى مديرية التربية لولاية البوليدة في إيجاد حلول من شأنها أن تضمن سنة دراسية عادية من خلال ترميم المتوسطة وإدماج تلاميذ الطورين مع توفير كافة المرافق سيتم تكفل بتمدرس ستة أفواج تربوية على مستوى المتوسطة بالنسبة للتعليم ابتدائي وستة أفواج تربوية خاصة بالتعليم المتوسط لا يوجد اكتظاظ على مستوى الأقسام وفي مجال الإطعام سيتم تكفل أيضا بتلاميذ المؤسساتين بما في المتوسطة والابتدائية على مستوى المطعام الموجود على مستوى المتوسطة يباشر سيد مودي المتوسطة في كل عمليات الدعم المرافقة للدخول المدرسي متمثلة في صرف من حدث ثلاث دينار لفائدة تلميذ المتوسطة والتلميذ الامتدائية بصفته المأمن التابع له المدرسة المهم أن مديرية التربية لولاية البوليدة تسعى لضمان تمدرس جيد لملكوبية زلزال وتعمل على تخطي هذه الظروف الاستثنائية في أخبارنا الدولية وافق رئيس السوري بشار الأساد على المقترح الروسي بخصوص وضع الأسلحة الكيميوية السورية تحت رقابة دولية وأنه تم ذلك استجابة لطلب روسيا وليس خوفا من تهديدات الأمريكية المزيد من التفاصيل في تقرير زميل كريم علي لوش أكد رئيس السوري بشار الأساد الخميس أن بلاده ستضع مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية وأضف الأساد خلال محادثات تليفزيونية مع قناة روسيا أن دمشق سترسل إلى هيئة الأمم المتحدة وثائق خاصة بإعدادية الاتفاقية حول الموضوع هذا وأكد الرئيس السوري أن بلاده وافقت على وضع سلاحها الكيميائي تحت الرقابة الدولية تلبية لطلب روسيا وليس بسبب تهديدات الأمريكية من جهة أخرى أعلن وزير والخارجي البريطاني وليام هيك أن خطة وضع الأسلحة الكيميائية السورية قد تسمح بتفادي عملية عسكرية ضدها إلى أنه حذر دمشق من عدمي الوفاء بتعاهداتها وأشار إلى أن أي وعود من قبل نظام بشار الأسد يجب النظر إليها بحذر حيث اتهم النظام السوري بالكذب مرارا حول ما يمتلكه من أسلحة كيميائية وكان الحليف والأساسي لنظام بشار الأسد روسيا وعلى لسان رئيسها فلاديمير بوتين قد قال في مقال له نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قوات المعارضة السورية هم من يستعملوا الأسلحة الكيميائية للتحريض على تدخل أمريكي وليس الجيش السوري كما يتهمه العديد من حلفائي المعارضة السورية وفي نفس سياق ذكر دبلوماسيون غربيون أن التقرير مفتشي الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية بيري في دمشق لن يلقي اللون بوضوح على طرف معين لكنه يتضمن بعد الإشارات الغير المباشرة لأحد الأطراف النزاعية السوري في اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الأمريكية كدوزير الخارجية روسي سيرغي لفروف أن حل ملف السلاح الكيميائي السوري سيجعل من غير الضروري توجيه ضربة إلى سوريا وأن تطورات الأحداث حول سوريا حاليا تعطي فرصة جديدة لعقد مؤتمر جنافتنان لإخراج تطورات من مجرى المواجهة العسكرية والقضاء على الخطر الإرهابي الذي لا يزال يتصاعد من جانبه صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيغي أن لسوريا عشرة أيام فقط لتقديم مقترحاتها حول وضع سلاحها الكيميائي تحت رقبة دولية وقال على كافة المجتمع الدولي أن يعمل كل ما بوسعه لممارسة الضغط على النظام السوري وبهذا مشاهدين نختم النشرة شكرا على تيب المتابعة في أمان الله